تنظم إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن البرنامج المشترك بينهما وبين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم تنظم برنامج رفع الكفاءة العلمية لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في تدرس تلاوة القرآن الكريم والذي قام تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم فكرة المشرق انطلقت قبل سنين اليوم تعود مرة أخرى مع إضافة مزيد من التحسين عليها لمواكبة الأعداد المتزايدة من المعلمين الذين تم تعيينهم حديثا لتعليمهم أصول تلاوة القرآن الكريم رحم الله سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وطيب ثراء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزير العدوى للشؤون الإسلامية سابقا هو الذي أطلق مبادرة تدريس مادة التلاوة في مدارس وزارة التربية والتعليم في سنة 1999 مع تولي جلالة تنملك مقالد الحكم في البلاد الهدف المنشود لهذا البرنامج هو محو أمية التلاوة في المجتمع من خلال تدريس تلاوة القرآن الكريم في مختلف المراحل الدراسية ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية ومع التطور التكنولوجي أضافت الجهات المنظمة نظاما مرنا للدارسين وهو نظام التعليم عن بعد وساعات تدريب تصل إلى 90 ساعة تدريبية تم استحداث مركز القرآن الإلكتروني وهو أحد المراكز التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامي والعقاف يقوم بتعليم تلاوة القرآن الكريم عن بعد من خلال الاتصالات الهاتفية يعمل أربعة أيام في الأسبوع الفترتين الصباحية والمسائية يمكن للمعلم والمعلمة من وزارة التربية والتعليم المشتركين في هذا البرنامج إجراء اتصال هاتف مدة عشر دقائق إلى خمس عشر دقيقة وتلقي الحصة التعليمية عن طريق الهاتف الاهتمام بكتاب الله تعالى هو منهج مملكة البحرين وليس سوى ترجمة لعناية القيادة الرشيدة والشعب بتعلمه وتلاوته وتطبيق أحكامه